السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن شد وكيف يستخدمها في اللغة الإنجليزية كثيرا تمر علينا هذه الكلمة بالتالي يتوجب عليه معرفتها شد لاحظ طبعا هي من كلمة شال طبعا ال ما تلفظ لأننا نقول شلد إذا نضع فلنستوب تحت الال بمعنى الحرف سايلينت لا تا إذا حرف صامت شد بمعنى يتوجب أو يجب تستخدم إذا أردت أن تنصح شخص ما أو تأمر شخص ما أو تعطي إلزام لفعل شيء ما يجب أن تخبر الطبيب يجب أن تقوم بهذا يجب أن تساعدني بدأنا بيو بعدين عدنا شد بعدين الفعل تكملة الجملة طبعا عدنا شد أيضا فعل ناقص نسميه model verb إذا فعل ناقص ما هذا يعني فعل ناقص لا يأتي وحده بالجملة لا نصح أن نقول يجب أن يأتي معه فعل رئيسي في الجملة you should tell لا نصح أن نقول you should this يجب هذا يجب أن يأتي فعل لا نصح أن نقول you should me يجب أن يأتي بعدها فعل إذا نلاحظ subject الفعل بعدين عدنا model verb يعني فعل ناقص أو فعل مساعد بعدين عدنا يكون verb الفعل وعدنا compliment تكملة الجملة وجميع الجملة نفس الشيء ننتبع كما نعلم لدينا سبع ضمائر باللغة الإنجليزية بحالة subjective case بحالة الفاعل هذه الضمائر I he she it we you they دائما نحاول أحفظه بالترتيب هذا I الوحدة he she it مع بعض we you they جميع هذه الضمائر نستخدم بعدها should يعني I should أنا يجب he should هو يجب she should it should we should نحن يجب you should أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا they should هم هما هن جميعها نستخدم معها should أيضا كما نعلم الفاعل إما أن يكون ضمير pronoun أو يكون noun اسم 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 شخص يعني ممكن يكون اسم إنسان اسم نبات اسم جماد أي اسم هذا يكون الفاعل أو يكون ضمير إذا الفاعل إما يكون اسم أو ضمير جميع تستخدم معها أو يأتي بعدها should لاحظ مع جميع الضمار I should stop smoking يجب أن أتوقف عن التدخين جميع الضمار he should stop smoking يجب أن توقف عن التدخين we should stop smoking إذن يجب أن توقف عن التدخين you should stop smoking يجب أن توقف عن التدخين he should take the car يجب أن يأخذ السيارة إذا أردنا أن نشكل السؤال فقط نضع should في بداية الجملة لا نحتاج ل do ولا does ولا did إذن هو فعل مساعد يعني يساعدنا على تشكيل السؤال والنفي فقط نضع should في بداية الجملة تصبح should رجع he should he take the car should he take the car يعني هل يتوجب أن يأخذ السيارة دائما إيجابة يكون short answer هنا should he تصبح yes he should no he shouldn't كلا لا يتوجب دائما الفعل المساعدة الذي نسأل به نجيب به should he رجع yes he should if can does he yes he does if can did he yes he did can he yes he can بهذا الطريقة إذا أردنا أن ننفي هذه الجملة تصبح he shouldn't he shouldn't take the car يجب يجب أن لا يأخذ السيارة أو يجب أن لا يأخذ السيارة إذن لنفي هذه الجملة فقط نضع بعض should not إذن should not نختصرها shouldn't يجب أن لا لاحظ فقط not اختصرها no نحذفه نضع ابوسترفي t i should visit him يعني يجب أن أزوره أردنا تشكيل السؤال فقط نضع should في داتة الجملة should i visit him should i visit him يعني هل يتوجب أن أزوره نريد أن نضع what أو اسم استفهام فقط نضع what should i visit بدال him مفعول به وضعنا what نسأل عنها what should i visit ماذا يتوجب أن أزور أو وضعنا why should i visit him لاحظ بحالة what لماذا لأن نسأل بها عن المفعول به عندما نضع what نحذف المفعول به باقي اسماء الاستفهام نضعها كما هي why should i visit him لماذا يجب أن أزوره لاحظ where where should i visit him أين يجب أن أزوره how should i visit him كيف يجب أن أزوره how often how often how often should i visit him كم مرة يجب أن أزوره إذن فقط أضع should قبل الفاعل وضع اسم الاستفهام أثناء الإجابة دائما ما ننسأل إذا وضعنا what نحذف اسم الفاعل what should i visit ماذا يجب أن أزور يعني هذه من وجوده أثناء الإجابة نحذف what should بعد الفاعل تصبح i should visit him تينا يعني يتوجب أن أزوره لحظة ذات جمل مهم هذه الفقرة he should be here by 3 pm يتوجب أن يكون هنا في الساعة الثالثة أو حوال الساعة الثالثة he should do that job يجب أن يقوم بذاك العمل he should have a lot of water يتوجب أن يشرب كثير من الماء لاحظ هذا بمعنى drink he should be able to swim يتوجب أن يكون قادرا على السباحة دائما ننتبه هذه الملاحظة بعد should يأتي الفعل بصيغة المصدر كيف يعني بصيغة المصدر مصدر فعال الكون يعني am is are was where been هي be دائما بعد should نستخدم be مصدر فعال العمل يعني do does did done هي do دائما بعد should نستخدم do ما نستخدم does ولا did أيضا مصدر فعال الملك have يعني عندنا have وhas had بعد should لا نقول has ولا نقول had دائما have يعني should be should do should have دائما أيضا إذا كان عندنا can can يستطيع لا نستخدم should can نستخدم بعدها be able to نحفظ التركيب هذا يكون قادرا على إذا لا نقول can ننتبه مثلا هذا الجملة هي مثلا نعرف بعد هي نستخدم as استخدمنا should لا نقول should as هذا خطأ نقول should be إذا نحذف as دائما بعد should يأتي be مصدر فعال الكون he should do that job نعرف إذا حذفنا should نضع does he does that job مجرد وضعنا should نستخدم المصدر مصدر فعال عمل do دائما بعد should do he should لا نقول should did should done he should have a lot of water نعرف إذا حذفنا should وضعنا has he has a lot of water مجرد وضعنا should يجب أن نحذف has نستخدم مصدر فعال الملك هي have هنا بمعنى يشرب he should be able to swim هي أصلة جملة أصلة he can he can swim يعني هو يستطيع أن يسباح مجرد استخدمنا should لا نستطيع أن نقول should can he should can swim يعني هو يجب أن يستطيع أن يسباح هذا خطأ إذن بعد should لا نستخدم can نستخدم be able to يعني مصدر can هو be able to he should be able to swim يتوجب أن يكون قادرا على السباحة أيضا بعد should لا نستخدم to لا نقول should to ما يأتي أبدا بعد should to لا نقول should to be دائما بعد should يأتي الفعل بصيغة المصدر بدون أي إضافة يعني بدون ing بدون to بدون s بدون es بدون ed دائما بعد should لا نستخدم أي من هذه الإضافات والفعل بصيغة المصدر ودائما بعد should يأتي be يعني should be should do should have should be able to طبعا إذا ردنا نستخدم should بالمضارع البسيط يعني present simple فقط نقول I should help them هي جملة I help them وضعنا should I should help them عدنا بالماضي استخدم should بعد have والفعل بالتصريف الثالث لأن أقول should held هذا خطأ دائما بالماضي استخدم بعد يكون مضارع تام وليس ماضي بسيط I should have helped them يتوجب أن يكون قد ساعدتهم يعني بالماضي إذا ننتبه بعد should بالماضي نستخدم مضارع تام المضارع التام نعرف have وهاز والفعل بالتصريف الثالث دائما بعد should نستخدم have إذن هذا مستبعد I should have help them I should help them tomorrow يتوجب أن نساعدهم غدا إذن بالمستقبل فقط أضع should والفعل بالتصريف الأول نفس الجملة الأولى فقط أضع ظرف يدل على المستقبل إذن مضارع بسيط استخدم الفعل بالتصريف الأول بالماضي ما استخدم ماضي بسيط استخدم مضارع تام have والفعل بالتصريف الثالث دائما should have والفعل بالتصريف الثالث لن نستخدم should has مهما كان الضمير he she it we you they يجب أن نستخدم should have والفعل بالتصريف الثالث I should help them tomorrow إذن فقط أضع should والفعل بالتصريف الأول وضع ظرف يدل على المستقبل بهذا الشكل النهائي لدرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن should وكيف أستخدمه باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة